في حلقة جديدة من كومباك ولايف عن احداث نادي الزمالك والاحداث الساخنة بالامس وهو انتقال امام عشور الى دنماركي. قبل ما اتكلم اخش في الاحداث وتحليلي للصفقة واحداث نادي الزمالك الساخنة طبعا مبارح على قناة نادي الزمالك. حابب اتكلم كلمة لجمهوري على السوشال ميديا والاصدقاء طبعا والمتابعين على الصفحة عندي لان اتكلمت وبقالي فترة بقول سلبيات نادي الزمالك وبقول الصحة والغلط من وجهة نظري واللي انا شايفه اتعجمت من بعض الاصدقاء على الصفحة وليا اصدقاء مقربين ليا هجموني غير ناس طبعا متابعين على الصفحة هجموني بشدة لاني بتكلم في الوقت الحالي على سلبيات نادي الزمالك في الصفقات وفي الانتدابات وفي الاحداث اللي بنشوفها على قناة نادي الزمالك والمشاكل كلها على قناة نادي الزمالك ففجأت بهجوم شديد جدا من بعض المتابعين على الصفحة والاصدقاء حب اوجي لقم كلمة حدش يزايد على زمالكويتي انا زمالكاوي ابويا زمالكاوي عيلتي كلها زمالكوية مراتي زمالكوية من ميت عقبزت نفسها عيلتي كلها بلا استثناء زمالكوية فانا زمالكاوي قبل عن جد فمش عاوز حد يزاود على زمالكويتي يقول لي انت بقيت زي الاعلاوي بقيت زي الاستيري بتلمي مشاهدات ريتش كل الكلام ده حب اقول لهم انا لا بشتغل في نادي الزمالك ولا باخد جنيه من نادي الزمالك ولا عاوز حاجة من نادي الزمالك ولا بقبض من اللجان الالكترونية اللي بتشتغل على هدم نادي الزمالك والاعلام اللي شغال على هدم نادي الزمالك انا فقط بقول سلبيات واجبيات من المواضيع من وجهة نظري اللي بشوفها واللي موجودة على الساحة في نادي الزمالك سواء صح سواء او غلط. انا ممكن تكون وجهات نظري ممكن تصيب ممكن تطلع غلط. انا ده وجهة نظري من حيث المواضيع اللي بطرحها واللي موجودة اصلا على الساحة. فانا بقول وجهات نظر فقط لغير حضرتك متقبل وجهة نظري فبتقول وجهة نظرك بدون غلط بدون شتايم في حدود الادب والاحترام. انا هتخانق معك ليه وانت هتتخانق معايا ليه? لا انت من الزمالكاوي لان انت متزملك. احنا مش ياخدين منها حاجة انا بحب نادي الزمالك. بعمل حاجة انا بحبها. لو طلعت قلت انا محايد ولا مش محايد. انا زمالكاوي وبطلع اقول الحق. فقط لغير لو تسألت في حاجة هقول الحق. من وجهة نظري. فيش حاجة هطلع اقول لك في ناس بتنتقدني ان انت مش محايد انت مع نادي الزمالك بس. ايوة انا زمالكاوي وهطلع اتكلم عن نادي الزمالك. لكن في بعض الحاجات هقول على النادي الالي. في بعض الاجابيات هقول على النادي الزمالك. في بعض السلبيات هقول على النادي الالي. انا محل الرياضي. اه على السوشيل ميديا وبحب حاجة بعملها لا باخذ منها فلوس ولا مستنظر منها حاجة. مجرد حد يسمع صوتي من نادي الزمالك كل ده. line نادي الزمالك فقط. حد بيتابعني ده شرف طبعا لي ان في ناس بيتابعني وفي ناس بتتكلم عني كويس وفي ناس بيتدعمني من اصحابي واصدقائي طبعا فبشكرهم لكن هنقعد نعمل جدال على السوشيال ميديا ونشتم بعضه ونقلم من بعض ده طبعا برفضه تماما ومش بحب اتكلم فيه رغم الناس تلاقي تشتمتني ده لكن رضيت بمنتهى الادب وبمنتهى يعني الكلام المحترم والمعذب وحاول انا الفاظي ان اتكلم معهم دي كلمة بسيطة كده للجمهور عندي على الصفحة والمتابعين ولأصحابي انا زمالكاوي وبحب نادي الزمالك ومش محايد انا زمالكا ما طلعتش قلت ان انا محايد لكن لو اتسألت في حاجة طبعا هطلع اقول الحق سواء في حالة تحكمية سواء نادي الزمالك صح سواء نادي الزمالك غلط فدي حاجة انا هقولها طبعا في منتهى الحق الناس طبعا المتابعين على الصفحة لو حد حابب يقول كومنت او يتكلم او يسألني اي سؤال انا متقبل اي نجد ومتقبل اي سؤالات تسأل قولي ممكن اجاوبك عليه طبعا في احداث نادي الزمالك كانت ساخنة مبارح والمفاجأة انتقال امام عشور للاحتراف فجأة نمنا وسحينا امام عشور هيسيب نادي الزمالك وهيحترف في متلاند الدنماركي بتلاتة مليون دولار طيب في حاجة اسمها احتراف دلوقتي هل عقد امام عشور موصق حد يقدر يقولي هل عقد امام عشور موصق ولا لا طبعا في فيديوهين تلعب لامير مرتضى منصور الخالد الغندور ان عقد امام عشور موصق ولسه في عقده سنتين والوكيل تلع قال مع الكابتن احمد حسام ان لسه عقد امام عشور فضله سلاتين سنتين مع نادي الزمالك فبالتالي امام عشور مش هيطلع من خلال نفسه كده ياتلى نادي الزمالك وبموافقة نادي الزمالك ومن مباركة نادي الزمالك امام عشور اي لعيب يتمنى الاحتراف بنتمنى لكل لعيبة مصر انها تطلع تحترف مش امام عشور بس ده اللي بنتتمنى ان اللاعب تنطلق ينتلقوا في الاحتراف ده يفيد منتقب مصر طبعا. لكن امام عشور هيطلع ينتقل الاحتراف لازم يطلع بشروط ويطلع في الوقت المناسب في حاجة اسمها مصلحة الفرقة مصلحة الفرقة الان انا شايفها من وجهة نظري لا لخروج امام عشور حاليا من نادي الزمالك هتقول ليه بدليل عندك بطولة الدورة شغالة عندك افريقيا اللي بننتظرها اتنين وعشرين سنة اللي ما خدناهاش بقالنا كتير جدا حضرتك بتدعم في الفريق بتقوى فريقك ليه من اجل الحلم الكبير هو رجوع نادي الزمالك لافريقيا فامام عشور مرفوض ان يخرج في الوقت الحالي في الوقت الحالي للاحتراف الخارجي ممكن يأجل الاحتراف الى نهاية الموسم وده شفناه مع لعيبة كتيرة جدا في النادي الاهلي جالها عقود علم علول جالها عقد قبل بداية الموسم في قطر الشناوي جال عقد وقلنا هيخرج للنادي النصر السعودي وما خرجش ناس قعدت معاهم اتكلمت معاهم ما ينفعش خروجه دلوقتي لان النادي الاهلي محتاج كل لعيب لان النادي الاهلي دلوقتي هيلعب في كاس العالم بينفس على افريقيا محقق بطولات دخل في بطولات كتير فمصلحة نادي الزمالك عدم خروج امام عشور للاحتراف الخارج انا هتخذها واحدة واحدة ونحللها واحدة واحدة بدون تعصب بدون اي حاجة فامام عشور ان يخرج في الوقت الحالي خطأ كبير جدا من نادي الزمالك من حيث فنيا امام عشور ملوش بديل في نادي الزمالك خصوصا ان امام عشور بيلعب في نادي الزمالك وانت بتدور على صفكة في نص الملعب تغطي النقص العديد في نادي الزمالك رغم ان انت عندك دونجا رغم ان انت عندك اه عمر السيسي اه روقة امام عشور اربعة في نص الملعب وبتدور على حد يخش مع الناس اللي انت داخل في بطولات كتيرة وداخل عالم معترك الافريكي فلازم بيجيب صفكة تانية تخش معنا الناس ديت تقدر تنسجم وتقدر يبقى عندك البديل المناسب اللي يقدر لو حد عندك نقص يقدر في نفس المستوى يكمل في نفس المستوى فانت روح تعاوز تتعاقد مع القندوسي وهتكلم على القندوسي كنت متكلم عليه السنة اللي فاتت عشدت بالولد امكاناته كويسة صفقة رائعة بالمناسبة لنادي الاهلي واضافة الى النادي الاهلي مش كلام هتشوفه الكلام دوت اه اه فعلي في الملعب لان صفقة القندوسي مهمة جدا اه للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي نسيب القندوسي دلوقتي على جنب انت خط اه الوسط بتاع نادي الزمالك مكشوف حاليا حسينا بالنقص اه لان عمر السيسي مقدرش لسه يقول انا عمر السيسي اللي عارفينه عنه الموسم اللي فات دونجا لعيب كويس لسه راجع من الاصابة رؤى عليكم من تك كتيرة من جمهور نادي الزمالك اصبح امام عشور هو اللي شايل خط وسط نادي الزمالك فامام عشور مبالك اه موجود في الملعب وخط خط وسط نادي الزمالك مكشوف مبالك بقى لما يخرج مصيبة فانا شايف خروج امام عشور خطأ فادح لقدارة نادي الزمالك دلوقتي لازم كانوا يعودوا معايا في القوض المغلقة ما ينفعش يا امام عشور تخرج وتبص المصلحتك دلوقتي في حاجة اسمها مصلحة الفريق ومصلحة النادي انت بتقول عقده ما توسكش فامام عشور بيدغط تلع وكيله قال لك عقد امام عشور موسك وفضل له سنتين ايه ردكو في الموضوع دوت اه اه لامام عشور لازم حد من نادي الزمالك يطلع قول لنا العقد موسك انا مش موسك لو مش موسك انت بتلحق نفسك وانا معاك ان امام عشور يطلع في الوقت الحالي وتاخد الفلوس لان انت بالعربي خلينا الصراح مع جمهور النادي الزمالك مفيش سيولة في نادي الزمالك مرتضى منصور او الرئيس المستشار مرتضى منصور بيطلع يقول لك انا عندي سيولة او عندي فلوس لا الواضح ان ما فيش فلوس في نادي الزمالك بدليل البطء الشديد في صفقة اه القندوسي الراجل بتتفاوض معاه من اول يناير بعتلك تيجي تتفاوض عاوزين قد كده انت مرددش عليه وانت محتاج اللعيب فالنادي الزمالكي خلص في مينة وفي ثانية بتاعات تتفاوض من خمسمية لسبعمية لثمانية النادي الزمالكي خد راح النادي الزمالي ودي سرعة اداء النادي الزمالي مع اسيولة ومعه فلوس انت لو معك فلوس كنت خلصت في القندوسي من اول لما بعتوا لك الفويس وقال لك احنا عاوزين كنتيجي تتفاوض عاو عاواتولنا جواب بالتفاوض ونخلص كل حاجة فانت عندك ازمة في السيولة لعدة اسباب عندك العاب الصلاة لعبة المحترفة كلها مشت وبالطلب بمستحقتها وهتلاقي الواضح تترفع النادي الزمالي قريب لو ملاحقوش الناس دي يصوي معهم على المواضيع المحترفين ما قدرتش تجيب صفقات في يناير الا لسه مخلص صفقة مبارح او اول مبارح بتاعت ناصر منسي رغم النادي الزمالي كان قصه تلات اربع صفقات منهم فرود هجام منهم اه بكل اه بديل بنشاري اه جبت مصطفى شلبي لكن لسه مصطفى شلبي مدخلش في الفورما ومدخلش في الاجواء بتاع نادي الزمالي فانت محتاج محتاج بديل لزيزو محتاج مساج في خط الظهر وانت هترجع شبانة محتاج واحد رقم تمانية اه اه جنب امام عشور خط وسط نادي الزمالي شايفه مهتز فانت ما عندكش سيولة عشان ما نتحكش على بعضنا ما فيش سيولة في نادي الزمالي لو في سيولة في نادي الزمالي وانت بتقول العهد مش موسطك كنت عادت مع امام رضيته وقلت له هتاخد زي ما هتاخد وراضينا زيزو وهتاخد حسب امكانياتك والتعادت معها ونهية الجدال ده من قبل واحنا داخلين افريقيا في مستحقات للاعبة نادي الزمالي ما اتخدتش في بعض اللاعبات الجديدة لسه ما اخدتش بعض الفلوس عندك مشاكل كبيرة وعندك مشاكل في السيولة فانت بتخلص من امام عشور حل لجميع هذه المشاكل لازم اه فاطلعت اعاوز اه تقول لامام عشور وتبرق ساحتك من جمهور نادي الزمالك ان امام عشور فعلا اللاعيب مش هيلعب غصبا عنه امام عشور بيدور على مستقبل وبيدور على مصلحته نادي الزمالك مش هيقف على اي حد انا بقولها اي اسطورة في نادي الزمالك بنعتبره اسطورة بنعتبره لعيب مهم في نادي الزمالك انت بتدار على مصلحتك مع الف سلامة وبنتمنى لك الخير يا امام عشور الناس هتقول لي يا كابتن ده هيخرج احتراف ويرجع كبري على النادي الاهلي انا بقول لهم اي نادي الزمالك او اي فرقة جبيرة بتنفس عبدالطلاط اي لعيب عاوز يخرج ويشوف مصلحته النادي مش هيقف على حد طول عمرنا نادي الزمالك ولاد اه هتقابل فترات ان انت ما معكش لعيبة في الوقت الحالي اه بلا ما تدار على لعيب اه هتقابل فترات لكن مش هيقف النادي الاهلي او نادي الزمالك على اي حد فامام عشور هيطلع للاحتراف اتمنى لك التوفيق امام عشور هتطلع سواء ده احتراف كبري على النادي الاهلي انا بقول لك برضو مع السلامة لكن انا عارف امام عشور زمالكاوي قالب وقالبا هيتطلع امام عشور يروح الاهلي الا اذا نادي الزمالك مش عاوزه الا اذا اا نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك عامل معها مشكلة لكن امام عشور انا بقول لجمهور الزمالك اتمنه امام عشور زمالكاوي درجة تلتة زمالكاوي التلتة يمين لكن في ظل الفلوس وضل الاحتراف وظل كل الكلام ده كلي حاجة وردة. لكن انا بطمن الجمهور بقول امام عشور زمال كاولة وهيرجع ان شاء الله ربنا يكرمه في الاحتراف وما يرجعش وربنا يكرمه ويبقى زي محمد صلاح واحسن من محمد صلاح كمان اتمنى لعبة مصر الكويسة تطلع تحترف. فانا شايف صفقة امام عشور خطأ كبير في الوقت الحالي لنادي الزمالك. لازم كانت تتأجل لبداية الموسمين خصوصا داخل على افريقيا. فده ده تحليلي بعض الناس هجمتني من السوشيال ميديا والاصدقاء انت بقيت اه عاستي الام ريتش انت بقيت تتكلم وتنتقد نادي الزمالك كتير انت مش عالنادي انت متزملك انا زمالكاوي والله ما باخد منها حاجة انا بعمل حاجة بحبها انا واصدقائي ازا كان الكابتن هيسم ازا كان اه اي حد على السوشيال ميديا من نادي الزمالك بيحبوا نادي الزمالك بنتكلم حاجة لله والمصلحة نادي الزمالك وبنقول رأينا ممكن رأينا يكون خطأ ممكن رأينا يكون صح حضرتك موافقني اهلا وسهلا مش موافقني برضو اهلا وسهلا هنظل اصدقاء على السوشيال ميديا واصحاب بدون التجاوز فدي قصتي لامام عشور خش على القصة التانية وهي رجوع فريرة طبعا قبل ما اخش في قصة موضوع فريرة هقرأ التعليقات لان الناس دخل بتكلمني في حاجات كتيرة جدا فخش اشوف التعليقات كابتن ايسم الله ناور يا كيمو عايش يا حبيبي اه كيمو سند كل الدعم يا غالي اه استاذ محمود سميرة مشرفنا احمد عبد السلام فخر القرارة المصرية ربنا يخليك اه كابتن المعلق طبعا محمود حسان شغل محترم وكلام محترم بالتوفيق يا كابتن كريم ومنتقدم لتقدم ربنا اخليك يا استاذ محمود كابتن ايسم الفرق الكبيرة اللي عاوزة تنافس يا كابتن كريم لازم تحافظ على النجوم الفرقة هو ده اللي بنقولها يا كابتن ايسم ان حضرتك لازم تحافظ على النجوم الكبيرة عندك في الفريق لانك هتنافس وتخش معترك افريقيا كبير وتنافس النادي الاهلي هو المنافس التقليدي على البطولات المحلية هنا فلازم اه يكون عندك فريق محترم وعندك قوام رئيسي لازم طبعا بتبنى عليه وبتجوده زي النادي الاهلي كده عنده نص ملعب اه انا شايفه دلوقتي بقى خط برليف بعد انضمام طبعا اه القندوسي وبتطور وبتحاول تجيب فرود وانا قلت اه اه صفقة القندوسي بالنسبة للنادي الاهلي اعتبا اضافة لكن كنادي اهلي هي صفقة انا سميتها كيد نسا من الكابتن محمود الخطيب لانه هو طالع بيدور على فرود معرفش يجيب الفرود اسعار الفراودة برا في اوروبا عالية جدا فما قدرش يجيب الفرود والسوشيال ميديا رغم النادي الاهلي تفوق على نادي الزمالك واخد السوبر وماشي في الدور كويس وهيلعب كاس عالم وهيلعب في بطولة افريقيا رغم كده بينتقدوه السوشيال ميديا النادي الاهلي مولع جدا لعدم اه اه قدوم فرود بمواصفات وكوالتي عالي فالنادي الاهلي لغاية دلوقتي ما جابش فرود هل في الساعات القادمة هيجيب فرود ولا لا ده اللي هنشوف رغم كده بينتقدو الكابتن محمود الخطيب فالكابتن محمود الخطيب حب يهدي الوضع العام عنده في السوشيال ميديا والجمهور النادي اللي في اهلي فقال لك اغبط واحدة كده لمرتادة منصور اهدته شوية وخطف منه القندوسي يهدي الوضع العام في السوشيال ميديا عن النادي الاهلي ودي وجهة نظري لان خطيب زي ما قلت حضراتكم النادي الاهلي كان بيدور على فرود وليس اه خط وسط لكن جاب خط وسط زيادة الخير خيرين او اضافة عندك ديانج مش هيعد السنة الجاية بيدور على الاحتراف الخارجي عندك اصابات كتيرة لعمر السولة يبتدى اكبر في السن اه اه حمد فتح والانزارات الكتيرة برضو والاصابات الكتيرة ومروان عطية اللي لسه جايب والولد هياخد خبرات في النادي الاهلي ولعيب برومسنج جاي للنادي الاهلي فزيادة الخير خيرين مع القندوسي وداخل على افريقيا وداخل على مباراة دوري وفيه هيبقى الوضع العام للنادي الاهلي يبقى مزدحم بالمتوشة فالروتيشن طبعا كولر هيعمله فاللعيبة طبعا مش هتخسر فالقندوسي مش هتخسر وهقلم من اقلام الخطيب لمرتادة منصور اللي تقاعص هو امير مرتادة منصور يا بحمل امير مرتادة منصور فشل هذه الصفقة لبطء الشديد وعدم السيولة في نادي الزمالك وهو ده السبب اطلعوا اه واجهوا الناس ووضحوا للناس اقولوا مفيش فلوس مفيش سيولة او نادي الزمالك يطلع الجمهوري عارف النادي بتاعه فيه فلوس ولا لأ لكن نطلع نضحك عن الناس نقول لأ عندنا وهنجيب ميسي وهنجيب نمار وهنجيب وهنجيب شفناش حاجة لغاية دلوقتي قال له صفقة اه ناصر منسي بالمناسبة ناصر منسي لعيب كويس لعيب واعد لسه برضو هنشوفه في نادي الزمالك انا مش احكم على صفقة وهي جت ولسه ما لعبتش اشوفه جت لنا كزا صفقة ولعبت ما قدوش المردود زي زكريا الوردي زي سامسون لازم اشوف الصفقة في الملعب واشوف مردودة في الملعب وبعد كده احكم عليها تاخد فرصتها وبعد كده احكم عليها خش تاني حاجة طبعا وهي طبعا قال مفاجأة مارح ان قسامة نبيب عامل مبادرة ان فريرة يرجع طب فريرة يرجع ازاي وانت مشيته اقلته قال له لسبب واحد لعدم برضو السيولة المالية عندك وتدفع الشرط الجزائي ليه فريرة فريرة ليه بالمناسبة تلت شهور في مية وسبعين الف دولار تقريبا عاملين خمسونة وعشر الف دولار اضرابهم دلوقتي في تلاتين تلاتين جنيه للدولار دلوقتي تقريبا يعملوا مبلغ لنادي الزمالك فهل نادي الزمالك في السيولة ان انت تدي الشرط الجزائي لفريرة بالمناسبة مش هيسيب طبعا الشرط الجزائي فبيحاولوا يحلوا معها ودي غاية دلوقتي مفيش حل ودي حل الودي قل لك رجعوا تاني واشتغل معها علشان هم ماشوا المساعدين بتوع فممكن نشتغل معها عشان ماشوا المساعدين هل فريرة هيقبل الكلام ده او لا لا ده اللي هنشوفه خلال الساعات القليلة القادمة بالمناسبة فريرة لعيب جاء فريرة مدارب كويس عمل نادي الزمالك كتير لكن برضو ليه اخطاء فنية ليه سلبياته ليه ايجابياته لعنده الشديد عنده الشديد في بعض المراكز اللي اه اعندنا في بعض المراكز وبعض التشكيلات اللي عندنا فيها هو دخول عمر جابر باكليفت وانت عندك باكات اللي عب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة اللي هي انا شايفها مش مناسبة لنادي الزمالك وترحيل زيزو ناحية اللي عزيزو يمين لا زيزو يلعب تحت الفراو ده ليه اخطاء فنية زي اي مدرب كل واحد ليه اخطاء فنية كل واحد ليه سلبياته ايجابيات لكن المجمل ان فريرة مدرب كويس وعمل نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بيحب فريرة بالمناسبة وفريرة بيحب جمهور نادي الزمالك فهل فريرة هيرجع لنادي الزمالك ده اللي هنشوفه خلال الساعات القليلة القادمة طبعا اا 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 نادي الزمالك لازم يجيب بديل اا اا امام عشور نسامع قبل ما خوش انهم عرضين نص الفلوس اللي هاخدوها من امام عشور تقريبا اربعين مليون جنيه ليه ريدا محمد ريدا بوبو لعب فيوتشار عرضين عليه تلاتين اا اربعين مليون فهل الكلام ده صح يعني انا ببيه عشان عندي سيولة اقدر اجيب صفقات اقدر هيدفعوا المبلغ ده لو ريدا بوبو او فيوتشار رديت انهم ينقلوا او انتقال ريدا بوبو ومحمد ريدا بوبو نادي الزمالك هل معقول الكلام ده ده برضو هنعرفه خلال الساعات القليلة القادمة في الساعات ديت هتلاقي صفقات وانتدابات ومفاجآت نادي الزمالك بيقوله بيخلص في صفقتين الناس بتقول بالحج وعدد الله السعيد وفيه لعيب مغربي اسمه ريدا سالم ده وينجليفت بقول لك لعيب كويس بالجيش الملكي وفي حاجات كتيرة انا شايف ان بديل امام عشور في اتنين لعيبة بتاع امام عشور ولا امتابعهم لعيب في ام باسمه شاك شك ده لعيب كويس انه كويس ولعيب في غزل المحلة احرز هدى فينا وهو اسمه النادري انا من وجهة ناظر ان شايف اللي اتنين دول لقين على نادي الزمالك جدا لو نادي الزمالك يتفاوض معهم في الوقت الحال لان انا شايف ريدا بوبو صعب لانه بيلعب في الكونفيدرالية احنا عاوزين حد يساعدنا في افريقيا كمان اه لازم ننتدبه لو ريدا بوبو يبقى السنة الجاية لكن دلوقتي انا افكر في شك شك لعيب انبي لعيب هاي الناس برضو اتابعوا والنادري لعيب المحلة اللي احرز فينا هدف انا شايف الاتنين دول اللي هما انسب بدائل لامام عشور اه في البدائل لي لان لازم بسرعة نجيب واتصعد كمان اه لولد مجد هان ياخد فرصته في نص الملعب او تصعد شوف ناشي في نص الملعب اه 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 سيف جعفر ياخد فرصته كل الكلام ده لازم نادي الزمالك وبسرعة وفي اقرب وقت ومحتاجين اللعيب ان نادي الزمالك بالحاج لعيب كويس اه عبدالله سعيد لعيب كويس وراجل اسطورة وراجل اتمنى ان اه عبدالله سعيد يجي من ساعة لما اتفاودنا معا لكن لازم ابص لمصلحة الزمالك عبدالله سعيد 38 سنة اه هيلعب معاك سنة سنة ونص لكن مش هستفد بيه في افريقيا نعاوز ابني لنادي الزمالك عشر سنين فلازم اجيب لعيب يكون تموح لنادي الزمالك لعيب برومزنج ويقدر يفيد نادي الزمالك لكن انا شاف صفقة عبدالله سعيد اللي يعيبها دلوقتي انا بحب عبدالله سعيد بس اللي يعيبها ان هو مش هيلعب معانا افريقيا فانا لازم اجيب لعيب لازم يلعب معانا في افريقيا فاتمنى نادي الزمالك يفوق بسرعة من الاحداث والكلام ده بسرعة ويركزوا في الفريق شوية واتمنى الصحفين في قناة نادي الزمالك يهدوا شوية ويتكلموا فني عن نادي الزمالك واتمنى من رئيس نادي الزمالك يهدى شوية في التصريحات والهجوم على اتحاد الكورة الهجوم على لجنة الحكام الهجوم على محمود الخطيب الهجوم على الناس كلها ركز شوية مع الفريق وركز في النادي النادي بيقع النادي مفوش فلوس هتخش في قضايا هتخش في قصص تانية مش عاوزين الكلام ده يحصل مش عاوزين لجان مش عاوزين القصص دي تاني احنا بندعمك وبنقولك احنا في ظهرك بس ايه ده شوية سيبك من المايك شوية وركز معانا احنا بنتمنى القادم لنادي الزمالك وبنتمنى انك توفق فلازم تهدم التصرحات الناس بتهجمك وبيخربوا في نادي الزمالك من اجلك لكن لو هم بداخلين معاك مشاكل واجهة لوجه دي حاجة تانية لكن الناس كلها ضد نادي الزمالك طبعا شبير العدو الاول لمرتضى منصوره لنادي الزمالك كل يوم تصرحات وكل يوم ترياءة وطبعا انت خلصت على اتنين لعيبة عندك فتوح خلصت عليه نفسيا مش عارفين فتوح هو القادم بخروجه هيحترف ولا لا بكرة تشوف فتوح يا ولا كان عاز احترف انا كمان واشوف مستقبلي للوضع العام والنفسية في نادي الزمالك سيئة جدا ناخد كم تعليق للناس خدش نشوف تعليقاتهم اه في جديد ولا لا 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 ما فيش جديد في التعليقات فانا اتمنى حل المشاكل دي سريعا لنادي الزمالك وانتدابات بعض الزمالك اه لنواقص بتاعتنا علشان نادي الزمالك يقدر يقف على رجله ولان احنا داخلين افريقيا كمان فلازم نكون مزبطين صفقاتنا النهاردة تقريبا بكرة النهاردة او بكرة اخر يوم فانا تمنى النادي الزمالك يحل مشكلة امام عشور بسرعة تمنى لك التوفيق امام عشور اه قدم شفت مصلحتك بنتمنى لك الخير وتمنى المصلحة العامة النادي الزمالك ودي كانت اخر حاجة وبتكلم برضو بقول للناس انا زمالكاو هطلع ايجابيات وسلبيات في الحق شاطلع طبي انا كله يهمني مصلحة النادي فقط انا ولا مع رئيس ولا ضد رئيس ولا مع العيب ولا ضد العيب انا مع الكيان فقط لغير ومصلحة نادي الزمالك انا زمالكاوي انا مش محايد انا راجل انا اطلع اقول الحق سلبيات واجابيات دي اخر نقطة كنت اتكلم فيها النهاردة اتمنى يكون خفيف ما طولتش عليكم فيه وتمنى الخير النادي الزمالك واحراز البطولة اللي غايب عنينا وهي البطولة الافريقية ولسه كلمة برضو النادي الزمالك ما ترموش الفوطة لسه الدوري بعيد ولسه محدش قرره ما ترموش الفوطة لسه النادي الاهلي هيرجع النادي الاهلي يوقع الشطارة الانت تقوم والشطارة الانت تفضل تكسب لغاية لما النادي الاهلي يفقد نقاط وتمنى اخدنا الدورة اخدناها ما اخدناهوش ام حاجة هي البطورة الافريقية. في اخر الكلام اقدر اقول سلام.